البيت الأبيض يسبق القمة الروسية الصينية برفض أي دعوة من بكين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا مصارف مركزية كبرى تعلن عن تحرك منسق لتوفير مزيد من السيولة لطمأنة الأسواق توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان مطلع أبرل والبرهان يؤكد على هدف الحكومة المدنية نشرة إخبارية جديدة من العربية أهلا بكم عشية اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جيمبانغ في موسكو ندد الرئيس روسي فلاديمير بوتن بما أسمها سياسة أمريكا لاحتواء روسيا والصين مشيرا إلى أنها تأخذ طابعا حادا غير مسبوق وفي مقالة نشرت في صحيفة الشعب الصينية وصحيفة راسيس كايا جازيتا روسية أشد بوتن باستعداد الصين للإطلاع بدور بناء على صعيد التسوية في أوكرانيا كما رجح الرئيس الروسي أن حجم التبادل التجاري مع بكين هذا العام قد يتجاوز 200 مليار دولار مشددا على ضرورة زيادة التبادل التجاري مع الصين بالعملات الوطنية بوتن أضف أيضا في خلال مقاله أن العلاقات بين موسكو وبكين في قمتها وأنه سيتم مواصلة تعزيزها لافتا إلى أن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا تجسد الطابع الخاص للشراكة بين البلدين أما في الولايات المتحدة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي استبق في حديث لقناة فوكس نيو السندي القمة الروسية الصينية بالقول أن الولايات المتحدة سترفض أي دعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا تخرج من اجتماع رئيسين الروسي والصيني في موسكو إذا خرج من هذا الاجتماع نوع من الدعوة لوقف إطلاق النار حسنا سيكون هذا غير مقبول أن كل ما سيفعلهم هو التصديق على غزو روسيا حتى الآن كل ما سيفعله هو إعطاء سيد بوتين مزيدا من الوقت لإعادة التأهيل وإعادة التدريب والبقاء ومحاولة التخطيط لهجمات متجددة في الوقت الذي يختاره نأمل وقد قلنا هذا من قبل أن السيد الرئيس شي سوف يتصل ويتحدث مع رئيس زيلنسكي ونعتقد أن الصينيين بحاجة للحصول على المنظور الأوكراني كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض في حديثه لقناة فوكس نيو ساندي إن روسيا والصين غاضبتان من النظام الدولي الحالي وتريدان تغييره ليس هناك شك في أن كل من الصين وروسيا دولتان تنزعجان من هذا النظام الدولي القائم على القواعد التي أنشأتها الولايات المتحدة والعديد من حلفائنا وشركائنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إنهم لا يحبون ذلك إنهم يرغبون في إعادة كتابة قواعد اللعبة على مستوى العالم وقد زادوا من تعاونهم وعلاقتهم بالتأكيد في الأونات الأخيرة أما ميدانيا الرئيس روسي فلاديمير بوتين وفي أول زيارة له إلى إقليم دومباس منذ بدء الحرب في أوكرانيا تجول في مدينة ماريوبول الأوكرانية كما تفقد عددا من المرافق فيها زيارة قال مراقبون إنها تحمل الكثير من الرسائل مترجلا يتجول بوتين في ماريوبول أشهر المدن الأوكرانية في ذاكرة العالم هنا قاد سيارته بنفسه وهنا وقف تحت نصب أوكراني يعلوه علم الروسي وقفة برسائل ودلالات كثيرة الرئيس الروسي اختار المدينة التي تشكل رمزا للمقاومة الأوكرانية وقلب أوكرانيا الصناعي وأقربها إلى خط نار المعارك المستعرة منذ سنة ونيف الزيارة المفاجئة تعتبر الأولى لبوتين إلى المناطق التي استولت عليها روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا وتأتي بعد يومين فقط من إصدار مذكرة توقيف بحقه وبالتزامن مع الذكرة التاسعة لضم روسيا شبه جزيرة القرن وفقا لوسائل أعلام الروسية فإن سيد الكريملين زار مدرسة ومركزا للأطفال في شبه جزيرة القرن عرض يقول مراقبه إنه تحدي لمن اتهمه بقتل أطفال أوكرانيا وترحيل آلاف منهم إلى روسيا كذلك تأتي زيارة قبل زيارة مرتقبة لشي جينبينغ حليف بوتين الأبرز وفي وقت يتكتل فيه حلفاء كييف الغربيون لدعم هجومها المرتقب في الربيع هجوم تقول إنها تريد من خلاله استعادة أراضيها المسلوبة ما بينما استولت عليه موسكو وما تريده كييف وقف بوتين وقفة قال فيها الكثير وإن لم يتحدث رائد المصطفى العربي وفي رد فعلكييف على هذه الزيارة انتقد مساعد رئاسة الأوكراني ميخايل بوتولياك وجود الرئيس روسي فلاديمير بوتين بمدينة ماريو بول الساحلية الأوكرانية والتي استولت عليها القوات روسية العام الماضي كما وصف بوتولياك بوتين بالمجرم الذي يعود دائما إلى مصرح الجريمة وأنه قتل الألاف في ماريو بول وهو سعيد بمشاهدة المدينة ومقابرها وغير نادما على حد وصف بوتولياك بعد أن أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين بات السؤال الأهم كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تطبق قرارها بحق الرئيس الروسي لا سيما أنها بلا جيش وبلا قوة عسكرية من سيقبض على بوتين وكيف بعدما أصبح مطلوبا للعدالة الدولية بدعوى ارتكابه جرائم حرب وبأمر من المحكمة الجنائية الدولية المحكمة ذات الولايات القضائية العالمية تختص بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك وهذا في الدول المئة والثلاث والعشرين التي وقعت على معاهدة إنشائها روسيا ليست واحدة منها ليس للمحكمة شرطة أو قوات عسكرية وتعتمد على السلطات المدنية في اعتقال وتسليم المطلوبين قرارات المحكمة تواجه إشكالية تتمثل في رفض الدول تسليم المتهمين إشكالية واجهتها في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إذ رفضت عدة دول مواقعة على ميثاق المحكمة التعاون في اعتقاله بما في ذلك تشاد وكينيا ويعتبر الرئيس الروسي ثاني رئيس تصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو على رأس عمله بعد البشير واقتصرت بقية المذكرات على قادة عسكريين ومسؤولين ارتكبوا جرائم حرب في الحالة الروسية يمكن اعتقال بوتين في حالات محدودة كأن يغادر بلده إلى دولة قد ترغب بتقديمه للمحاكمة أو أن تسلمه سلطات بلاده وفي بلد يتمتع بوتين فيه بسلطة مطلقة فإنه من غير المتوقع أن يسعى الكريملين إلى تقديمه للمحكمة الدولية المذكرة لا معنى لها يقول الكريملين بينما ينظر إليها الغرب كإشارة من المجتمع الدولي إلى أن ما يحدث في أوكرانيا مخالف للقانون وبين هذا وذاك لا أحد يستطيع القبض على بوتين انضم مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى بنوكي كندا وانجلترا واليابان والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري في إجراء منسق لتعزيز توفير السيولة من خلال ترتيبات خطوط مبادلة الدولار وتشير هذه الخطوة إلى شدة قلق محافظ البنوك المركزية بشأن الاضطرابات الأخيرة في النظام المالي في أوروبا والولايات المتحدة وتأتي الخطوة بعد إعلان الرئيس السويسري ألان بيريسي نبأ استحواذ بنكيو بي اس العملاق على منافسه كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات ومئتين وثلاثين مليون دولار ووصف الرئيس السويسري الاتفاق بأنه أحد العوامل الهامة لتحقيق الاستقرار في سوق التمويل الدولي لأن الانهيار غير المنضبط لكريدي سويس من شأنه أن يؤدي إلى عواقب لا حصر لها لسويسرا والنظام المالي العالمي أعلى حد قوله بدوره قال رئيس بنك كريدي سويس أن التطورات الأخيرة في البنوك الأمريكية ضربت البنك في وقت غير مناسب مشيرا إلى أن صفقة الاندماج مع يو بي اس ستوفر الأمانة والاستقرار في ذات السياق أعلن البنك المركزي السويسري تقديم مساعدة مالية على هيئة قروض بمئة وثمانية مليارات دولار لكل من يو بي اس وكريدي سويس هذا وقال البنك المركزي الأوروبي أن إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري كان ضروريا لاستعادة الهدوء في الأسواق المالية وأنه لا يزال مستعدا لدعم بنك منطقة اليورو بالقروض إذا لازم الأمر ورحبت كريسي لا جارد رئيسة البنك في بيان بالإجراء السريع والقرارات التي اتخذتها السلطات السويسرية والتي كانت ضرورية لاستعادة أوضاع السوق المنتظمة وضمان الاستقرار المالي كما أضافت أن القطاع المصرفي في منطقة اليورو يتمتع بالمرونة مع وجود مراكز قوية لرأس المالي والسيولة في تطور جديد في الأزمة السودانية أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن الأطراف توافقت على توقيع الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد في الأول من شهر أبريل القادم سيتم توقيع الاتفاق النهائي يوم 1 أبريل القادم إن شاء الله وسيتم التوقيع على الدستور الانتقالي يوم 6 أبريل على أن تبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية يوم 11 أبريل المقبل المواقع التي اتفق عليها في اتماع النهار اليوم بحضور الفريق أولاد الفتاح البرهان وفريق أولوح الحمدان دقل والقوى المدنية الموقع الاتفاق الإطاري والألية الثلاثية والألية الرباعية والاتحاد الأوروبي وأيضا تمت مراجعة ترتيبات اتماع السادسة والنصف كامل المتوقعين ببعض القوى غير الموقع الاتفاق الإطاري إنها تنضم لهذا الاتماع لكي تشكل مع بقية القوى الموقع على الاتفاق الإطاري الآلية اللجنة المختصة بالصياغة ولكن لكل أسف في اللحظة الأخيرة أعتقد أصدرت بعض هذه القوى مواقف معلنة بعدم حضور الاتماع وقال عمر إنه تم تشكيل اللجنة السياسية الخاصة بالصياغة الاتفاق النهائي وفق المرجعيات التي تم الاتفاق عليها الآلية التي اجتمعت مساء اليوم في القصر الجمهوري هي ما جهة جديدة من آلية تنفيذ الاتفاق هي عندها مهمة فقط محددة هي اختيار لجنة الصياغة لصياغة الاتفاق النهائي ويسمى المتابعة مع لجنة الصياغة لضمان أن تفرغ من عملها وفقاً للمواقيد المتفق عليها ستبدأ لجنة الصياغة عمل إن شاء الله ابتداء من يوم الغد في غضون ذلك أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أكد أن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن هدف الوصول إلى حكومة مدنية البرهان أضاف أيضاً أن عزمه نحو الوصول إلى الحكومة المدنية غير قابل للابتزاز أو المساومة على حد وصفه مشيراً إلى اقتراب مرحلة ترك المجال للقوة المدنية تلبية للرغبة الشعبية دون المؤسسات العسكرية هذه النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل زعيم كوريا الشمالية يهدد بتنفيذ هجوم النووي في أي وقت أهلاً بكم من جديد في إسرائيل مخاوف جدية تنتاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من عصيان محتمل داخل أروقات الجيش فيما الاحتجاجات ضد تعديل خطة النظام القضائي تدخل أسبوعها الحادي عشر ورئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو يقول أن البعض يطالب بإغلاق الطرق والعصيان وسفك الدماء في شوارع وإلحاق الأذى بشخصية العامة في تطور غير مسبوق إسرائيلياً أصبحت تهديد واقعاً حيث لم يلتحق 180 طياراً حربياً وملاحاً جوياً من الاحتياط والعشرات من مشغلي المسيارات والعاملين في مجال السايبر بوحداتهم وانضموا إلى بدء 650 من مقاتلي الوحدات الخاصة السرية من الاحتياط عسيانهم العسكري أيضاً احتجاجاً على ما بات يسمى بمحاولة انقلاب الحكومة على نظام القضاء في إسرائيل أتوقع من رئيس الأركان وقادة الأجهزة الأمنية التصدي بحزم لرفض الخدمة العسكرية ليس هناك مكان للعسيان العسكري في السجال العام دولة ترغب في البقاء لا يمكنها التسليم بظاهر كهذه ظاهرة رفض الخدمة في صفوف قوات الاحتياط التي تشكل عماد الجيش الإسرائيلي ونصف القوى العملانية لسلاح الجو مرشحة للاتساع في ظل استمرار تظاهرات الاحتجاج الحاشدة وإسرار الحكومة على المضي في خطة تغيير نظام القضاء وإضعاف المحكمة العليا وسط تحذيرات متواترة من أن تقود بوادر العنف إلى حرب أهلية كما دوما فإننا أمام إمكان تدهور أمني على عدة جبهات وممنوع علينا أن تدور حرب إخوة على جبهتنا الداخلية نتنياهو توقف على الأقل إلى ما بعد شهر رمضان الخشية لدى القيادة العسكرية والأمنية من أن يؤدي وصول الانقسام إلى صفوف الجيش الإسرائيلي إلى انهيار موقع الإجماعش بالوحيد في المجتمع الإسرائيلي وأن تتراجع مع نوويات القتال فيما تنتظر إسرائيل تحديات خارجية فإيران تلامس القدرة النووية العسكرية وحزب الله اختبر إسرائيل في عملية مجده في العمق وثم التخوف من اندلاء حرب جديدة على قطاع غزة وانفجار الوضع في الضفة في شهر رمضان المغترب بعد أن وصل الانقسام في الشارع الإسرائيلي إلى صفوف الجيش من خلال موجة رفض الخدمة من قبل نخب قتالية في الاحتياط يرى مراقبون بأن ذلك سيمس بجاهزية الجيش الإسرائيلي القتالية في مواجهة تحديات قريبة وبعيدة وقد يؤدي إلى اختبار جهات خارجية للواقع الإسرائيلي المأزوم عسكريا وهو يقرأ ضعفا ووهنا زياد حلبية العربية القدس الغربية بحث رئيس الأمريكي جو بايدن هدفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو خفض التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينين البيت الأبيض قال في بيان أن بايدن أبدأ دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن إصلاحات قضائية مزمعة كما عرض بايدن دعم الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة هذا وقد أصدرت مصر والأردن والولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بيانا مشتركا بشأن اجتماع الأمس في مدينة شرمشيخ وأكد البيان على ضرورة تحقيق الهدنة على الأرض ووقف العنف بين الفلسطينين والإسرائيليين كما جددت إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقف الإجراءات الأحادية لفترة بين ثلاثة إلى ستة أشهر مع وقف مناقشة المستوطنات الجديدة لأربعة أشهر أيضا أعلن البيان عن استحداث آلية لوقف العنف والتحريض مع رفع تقارير إلى قيادات الدول الخمس مع ضرورة ضمان مواجهة أي استفزازات في المواقع المقدسة بما في ذلك خلال شهر رمضان البيان أكد أيضا على إرساء آلية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني كما أكد أيضا البيان أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على الالتزام بكل الاتفاقات السابقة بينهما كما تقرر السمرار الاجتماعات على المستوى الخماسي من أجل وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ إطلاق النار على مستوطنين اثنين في بلدة حوار جنوب نابلس والذي أصفر عن إصابة مستوطنين اثنين أحدهما في حالة خطرة الجيش الإسرائيلي أوضح في بيان أن منفذ العملية تم اعتقاله بعد مطاردة مشيرا إلى إصابة منفذ الهجوم ويجرى التحقيق معه حاليا هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتنفيذ هجمات نوية في أي وقت لمواجهة تهديدات أمريكا وكوريا الجنوبية على حد قوله ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن كيم جونغ أون اتهامه لواشنطن وسول بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة بما في ذلك القدرات نوية الأمريكية في السياق أكدت كوريا الشمالية إجراء تدريبات عسكرية على مدار اليومين الماضيين في محاكاة لهجوم نووي تكتيكي بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي يحمل رأسا نوويا وهميا قالت شركة هولندية أنها ستبدأ في سحب النفط الخام من خزان صافر قبالة السواحل يامنية خلال يونيو ويوليو وحتى منتصف أغسطس وفي افتتاح ورشة العمل الخاصة بخطة تشغيل مشروع إنقاذ صافر والمنعقدة في عدن قالت الشركة أنها ستتخلص من الخزان القديم المتهالك عبر تفكيكه كما تطرق وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد إلى مخاطر حدوث تسريب أو انفجار للخزان على منطقة البحر الأحمر وخطوط الملاحة داعيا لتحرك سريع لبدء تفريغ الخزان وحشد الموارد المالية لتغطية فجوة تقدر بـ 30 مليون دولار في اليمن يعاني سكان محافظة تاعز من ارتفاع يجور العقارات لا سيما الشقق السكنية التي ارتفعت إلى أكثر من ماء في الماء في الأونات الأخيرة ولجأت عشرات الأسر إلى إخلاء سبيل الشقق السكنية والعيش في دكاكين صغيرة تفتقر للنوافذ والتهوية ولا تصلح حتى للعيش قد لا تبدو المدينة هذه المزدحمة بالسكان قادرة على استعاب المزيد من الناس ولا سكانها أنفسهم قادرين على دفع تكاليف السكن فالأسر الفقيرة هنا وخاصة النازحة اتخذت من هذه الدكاكين مسكنا لها بعد رفع ملاك العقارات أجور الشقق السكنية في تعز إلى أكثر من مئة في المئة الدكون على قدر حالي أما الشقق مقدرش استأقر شقق أبدا نهائيا لأنه الوضع أن الإيقارات ارتفعوا كونش ارتفع الأسعار كونش ارتفعوا نحن ما نقدرش مئة وخمسين مئة وخمسين مئة وثمانين الإيقار حق الشقق نزحنا العيني من نحن سبع بأن هذا الدكان والله نحن ما يسعحنا ولا حاجة من نحن سبع بنتي شباب بسبب نحن ونقدر نستعقر شقق لست هذه الأسرة وحدها من اضطرت للعيش في مكان يفتقر لنافذة واحدة بل هناك العشرات من الأسر واجهت المصير ذاته بعد ارتفاع أجور الشقق السكنية إلى مئة وخمسين ألف ريال للشهر الواحد أوضاع مأساوية صعبة تعيشها هذه الأسر في أماكن أشبه بالسجون مع ترد الوضع المعيشي وانقطاع الرواتب وتراجع ثرس العمل في البلد لا تشمعنا متخرز غير هذا المتر يعني رزقنا منه وأكلنا شربنا كثبات العيد مصارف رمضان الإقار حق الدكن كامل من عرض المتر يكفي لكم هذا يكفي دخلوا والله ما يكفي حيني الديان وخين على حسب الظروف حاولنا جاهدين على أن نقنن هذه المسألة وقلنا يجب أن يرفع بالقانب المنطقي وهو 10% إلى 20% أما أن يرفع 200% إلى 300% فهذا شيء غير مقبول هكذا إذن بدى مسكن الأسر الفقيرة في المدينة هذه وهكذا بدى حالهم مع ارتفاع أجور السكن أمر دفع بعض الأسر إلى مغادرة المدينة التي تفتقر إلى آليات تنظم الأجور بين المواطني وملاك العقارات إلى أكثر من 100% إذن ارتفعت أجور العقارات والشقق السكنية داخل محافظة تعز وهو من عكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطن اليمني لكن الجهات الحكومية تحاول جاهدة الحد من هذه الإشكالية هالسعيد العربية تعز رصدت جهات علمية في الولايات المتحدة الأمريكية تضخما في حجم الطحالب الحمراء وقد أدت هذه الكمية الكبيرة من الطحالب لنفوق عدد من الأسماك بل وتشويه الواجهة البحيرة لبحيرة عدة عدد من الشواطئ في الولايات المتحدة أمواج من الطحالب الحمراء على مد الشواطئ الأمريكية الغربية وفي عدد من جزر الكاريبي ظاهرة أثارت الهلع بسبب ضخامتها فقد بيّنت صور الأقمار الصناعية أن المد الأحمر أو ما يسمى علمياً بسارغسون يصل حجمه إلى مرتين من مساحة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عشر سنوات هذه هي المرة الأولى التي نرى هذه الظاهرة بهذا الحجم تكاثر الطحالب أدى إلى نفوق عدد من الأسماك وحتى بعض الحيتان وذلك لأن هذا النوع يمتص الأكسجين الموجود في المياه فيتسبب في اختناق الأحياء البحرية ولكن العلماء ما زالوا غير متأكدين من سبب هذه الموجة يمكننا علاج هذا الأمر إذا حددنا سبب التكاثر وقد تضاعف حجم موجة الطحالب مرتين بين ديسمبر ويناير يعتقد العلماء أن الاحتباس الحراري هو من أسباب تضخم حجم الطحالب التي بتكاثرها تزيد نسبة الملوثات في مياه البحر التي قد تتبخر لتسقط مع الأمطار لتؤثر بذلك على المحاصيل الزراعية وعلى صحة البشر أنس نماسي العربية في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العنوين البيت الأبيض يستبق القمة الروسية الصينية برفض أي دعوة من بكين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا مصارف مركزية كبرى تعلن عن تحرك منصق لتوفير مزيد من السيولة لطمأنة الأسواق توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان مطلع أبريل والبرهان يؤكد على هدف الحكومة المدنية للمزيد من الأخبار والمعلومات دائما تابعوا العربية دوت نت في أمان الله اشتركوا في القناة